مزيد حول هذه المنطقة منطقة الموصل القديمة معي ضيفي رئيس بلدية الموصل المهندس عبدالستار الحبو رئيس بلدية الموصل هو معي لأستفسر حول بعض النقاط وبعض الأمور عن هذه المنطقة سيد عبدالستار ممكن تتكلمنا أو تحكي لنا عن منطقة الموصل القديمة مساحتها طبيعتها جغرافيتها الأحياء التي تحتويها هذه المنطقة نعم مساحتها تعتبر مدينة الموصل القديمة هي المنطقة الحيوية وهي أرث وهوية مدينة الموصل ومحافظة نينواء هذه الجزء من المدينة بحدود 25 كلمة المربع عدد سكان هذه المنطقة يتقارب مع 245 ألف وحدة نسمة تعتبر هذه البقعة من مدينة الموصل هي الهوية الرئيسية لمدينة الموصل بما تتكلمه من لهجة موصلية تقترب من شمال منطقة الشام هذه المدينة تحتوي على 15 حي سكني استطاعت القوات الأمنية دخول أول الأحياء وهو منطقة سوق الموصل الذي يبعد بحدود 900 متر عن جامع النوري أو ما يسمى جامع الكبير في مدينة الموصل بعد أن تقدمت القوات الأمنية هذا اليوم أصبحت تقترب بحدود 500 متر من هذا الجامع مع وصول القوات الأمنية تعتبر سقطت راية داعش في مدينة الموصل إن شاء الله هذه المدينة التي كانت هي أحدى ركائز تكوين الدولة العراقية في 1926 ستعيد هيبة العراق وتوحد العراق من خلال تحريرها إن شاء الله في جامع النوري قبل أن أسألك عن أهمية جامع النوري أود أن نفسر حول طبيعة الأزقة في هذه المنطقة طبيعة المنازل من خلالها نستخلص كيف سيكون شكل المعركة في هذه المنطقة طبعا من تكون المعركة في هذه المنطقة عفوا معركة معقدة كون الحياء السكنية متقاربة تعتبر مدينة الموصل القديمة هي جزء الثالث فوق الأرض لمدينة قديمة امتدت عبر مئات السنين طبعا عملية حركة الآليات والعجلات العسكرية مستحيلة في هذه المنطقة كون أرض الأزقة لا يتجاوز متر ونصف إلى مترين في أفضل الحالات ستكون معركة شوارع وحرب دور لذلك القوات الأمنية تستعد لمعركة شرسة وقوية ستكون نهاية داعش فيها إن شاء الله وتكون فيها انتصارات القوات الأمنية هذه الأزقة والأحياء السكنية غالبا ما تحتوي على دور صغيرة جدا طبعا لا توجد فيها مؤن وخزين للمياه عفوا ولكن تقدم القوات الأمنية يجب أن يكون سريع ومعركة خاطفة لكي تستطيع إنقاذ بحدود 245 ألف نسمة باعتقادك أنت كمدير بلدية الموصل رئيس بلدية الموصل ومطلع على طبيعة هذه المنطقة أي من الأحياء تتوقع أن يتم تحريره ويكون تحريره أيسل من أحياء المنطقة القديمة طبعا بعد أن تم تحرير سوق الموصل ستتجه القوات باتجاه الميدان ومنطقة النبي جرجيس باعتبار جامع النوري ومنطقة النبي جرجيس شكرا 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 على هذه المعلومات نعم هذا مجمل ما يخص الوضع الأمني في مدينة الموصل وما يخص المدينة القديمة التي من المنتظر خلال أيام القديمة أن تشهد معارك حاسمة في معركة الموصل تعديدا